أنا آسف وحضراتكم بس بتتكلم أنا بداية طبعا الفريق فريق النادي الاهلي سيغادر إلى القاهرة بعد قليل وزي ما حضراتكم شايفين الكابتر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي بيلبي دعوة بعض الجماهير بأنهما أنهو يمضلهم على الأعلام والتيشيرتات وكل حاجة زي ما حضراتكم شايفين لحظة بلحظة دائما قناة النادي الاهلي بتنقل لحضراتكم ماذا يحدث في قطر حتى بعد نهاية المباراة والحقيقة كل الشكر لكل العاملين في قناة النادي الاهلي على المجهود الكبير خلال الفترة من يوم الجمعة وحتى الآن حتى الفوز بهذه البطولة الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ طارق أنديل كابتن محمد محمود كل اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم متواجدين أمام حضراتكم في مطار الدوحة الحقيقة لاستعدادا لمغادرة والرجوع مرة أخرى إلى أرض الوطن إن شاء الله الفريق يصل في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا إلى القاهرة وأنا عارف مش هقول لكم طبعا تروحوا تستقبلوهم والكلام دا كله لأنه خمسة ونصف الفجر دا يعني طبعا متأخر شوية ولكن أو بدري قوي مش عارف بقى اللي بينام متأخر يقول لك بدري واللي بينام اللقطة دي بترد عليك لما كنت جايب الأطفال بيعرفوا كابتل خطيب مينينا حاجة غريبة جدا فكلهم وقفينهم بص يعني كده خلاص يعني أهو يعني كابتل محمود الخطيب حلاوة أحلى من كده إيه دا في حلاوة أحلى نبقول لك يعني الحقيقة والله بجد بدون أي أي حاجة يعني كابتل خطيب على الصغيرين بيحبهم حب الناس حب الناس دا نعمة من عند ربنا الحقيقة شيء رائع يا سيد محمود برضو اللي احنا بنشوفه دا لا طبعا لا اشتركوا في القناة